بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين اللهم لا تحرمنا أبدا ما أحييتنا من شرف الصلاة والسلام على نبينا المصطفى ولا تحرمنا أيضا يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه واجعل أجر هذه الصلوات وتلك التسليمات مرافقة للحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى يوم القيامة اللهم آمين وما ذلك عليك بعزيز يا عزيز واشمل اللهم آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين اللهم اشملهم جميعا كذلك بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ظالين ولا مضلين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات أرحب بحضراتكم في مستهل هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مع الأسرة المسلمة وحلقة هذه الليلة حلقة مميزة نعم نعم هي كذلك وكيف لا وقد خصصتها للحبيبة الغالية لشقيقتي لأي شقيقة في أي مكان من أرض الله فهي حبيبتي وينبغي أن تكون منزلتها عندك في أعلى الدرجات لأنها شقيقتك يا رجل وهي أحب الناس إليك إنها الهدية العظيمة الذي كان أبوك وكانت أمك سببا في إهدائها إليك اللهم لا تحرم شقيقا من شقيقته ولا حبيبا من حبيبته اللهم آمين أرقى أنواع العلاقات الإنسانية وأطهر وأسمى هذه العلاقات هي علاقة الشقيق بشقيقته نعم هي هي شقيقتك كأنك وإياها كنت إنسانا واحدا فشاء الله أن يجعل من هذا الإنسان كائنين أو مخلوقين أو إنسانين شقيق وشقيقة يعني كان إنسانا واحدا فشاء الله أن يجعل كل منهما شقا قائما بذاته إنسان لكن أصلهما واحد ولذلك يقولون شقيق وأخوه أو شقيق أو شقيقة وشقيقها أو شقيقة وشقيقتها سبحان الله نعم أنت كما قلت بالنسبة لها حبيب وحبيب غال وغال جدا وإنسان ذو منزلة لديها لا يرقى إليها أحد أو المفترض أن تكون الأمور كذلك هل هناك أعز عليها منك تحب أبناءها نعم ولكنها عاشت معك وعاشت إلى جوارك في بيت واحد زمنا طويلا ورأتك وكتحلت وكتحلت عينها أو عيناها برؤيتك قبل أن ترى أبناءها فتربعت في قلبها مكانا كما قلت لا يرقى إليه أحد أنت أبوها في غياب أبيها صحيح الله أنت أبوها في غياب أبيها ولابد أن ترقى إلى هذا المستوى إذا غاب أبوها أو إذا افتقدت أباها مطلوب منك أن تشمر عن ساعد الجد وأن تؤدي ذات الدور وأن تقوم بما كان يقوم به الوالد الكريم قدر استطاعتك فإن أملها فيك عظيم وإن رجاءها لديك كبير فكن عند حسن ظنها ولا تحرمها إذا تحتم أن تقوم بمعروف ما في ساعة ما لها فكن أهلا لهذا المعروف وأدي وأدي بصدق ومحبة فأنت كما قلت أبوها إذا افتقدت أباها وعلى هذا الأساس فأنت العائل لها إذا افتقدت عائلها أبا أو ابنا أو زوجا أنت المرشح لتملأ فراغ هؤلاء إذا افتقدت الكريمة الغالية زوجها أو ولدها أو أباها يأتي شقيقها بشهامة ومروءة ونبل ويقوم بواجبه ويملأ ويقوم بواجبه ويملأ ويملأ ذلك الفراغ بأعلى درجات المحبة والمودة نعم علاقة علاقة الشقيق بشقيقته علاقة سامية راقية يفترض أن تكون ساعدها الأيمن في وقت الشدة نعم يفترض وأكرر أن تكون ساعدها الأيمن في وقت الشدة بل أراك نعم دور كاتم الأسرار نعم دور الساعد الأيمن في وقت الشدة نعم هنيئا لك عندما تعود في آخر النهار وقد عانيت من موقف صعب ومررت به فعرجت عليها في المكان الذي تقيم فيه وآويت إليها آويت إلى هذه الدوحة الغناء لتخرج مكنون صدرك وما تعانيه وتفضفض بما لديك وتشكو مما تعاني فتسمع منها أرقى وأحسن لغة لغة المحبة والمودة والطمأنينة سترى منها ما لا يمكن أن تراه عند زوجتك ما احترامي لكل زوجة لكن عند أختي الصادقة الطيبة المخلصة المحبة سأجد ما لا أجده عند غيرها وسأخرج من لقائها مطمئنا ساكن القلب طيب النفس راضياً راضياً مسلماً مستبشراً خيراً بما يحمله لي مستقبل الزمان نعم هي كذلك نعم هي كذلك وَوَاللَّهِ 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 مع أشقائها وشقيقاتها وأقربائها وكيف كانت تزدي النصيحة في وقتها برؤية ثاقبة وبصيرة النافذة فيطمئن خالي ويسعد ويهدأ ويستبشر خيراً كما قلت بما يحمله الغدو إن شاء الله ساعات كانت من أغلى وأحب الساعات إلى قلبي عندما أرى خالي أو أحد أخوالي وهو يجلس مع أمي ويتحدث إليها ويفضي لها بمكنون فؤاده وما يحمله ذلك الفؤاد ويتلقى الإجابات المبشرة بغد أفضل جاء ليسمع جاء ليشكو جاء ليستبشر خيراً بما لديها وإنما لديها لهو الخير بعينه فهنيئاً لكل شقيق بشقيقته الله هنيئاً له وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم من فضله وكرمه أن لا يحرم شقيقاً من شقيقته وأن لا يحرمه من حبها ومشورتها الصادقة اللهم أمين اللهم أمين قلت أنت العائل إذا فقدت العائل صح أنت العائل حتى من الناحية الشرعية أنت العائل إذا فتقدت العائل حتى إذا فتقدت زوجها فأنت أقرب الناس إليها ولأبنائها وأبناؤها هم أبناؤك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الخال والد والخالة والدة ولذلك أبناء شقيقتي أبنائي نعم والله أبنائي ولهم من العواطف ما لا يفترق أو ما لا يخالف عاطفة نحو أبنائي فهم أبنائي أبناء شقيقتي أبنائي هذا كلام لا نقاش فيه ولا جدال فيه بل إنها الفطرة التي فطر الله الناس عليها فإذا لم تكن فإذا لم تكن تشعر بأنهم أبنائك فعلا وإذا لم تحمل لهم من العواطف ما تحمله لأبنائك فاعلم بأنك تعاني من خلل في التركيب في التركيب النفسي لديك وعليك أن تصحح وأن تتحمل وأن تصبر عليهم كما تصبر على أبنائك وكما تتحمل أبنائك يا سيدي فأبناؤها أبناؤك ورحم الله خالي اللهم اغفر له وارحم واغفر لموتى المسلمين أجمعين وارحمهم برحمتك الواسعة واجمعنا وإياهم في مستقر رحمتك يوم القيامة بلغ حب خالي لي وبلغ حبي له درجة ما أرقاها وما أعلاها أي والله اللهم اغفر له وارحم حتى إني تمنيت والله الذي لا إله إلاه وأنا صادق في ذلك حتى إني تمنيت من حسن معاملته لي ولإخوتي أن يمنى الله علينا بشقيقة بشقيقة ولم تكن موجودة في ذلك الوقت أن يمنى علينا بشقيقة تالد البنين والبنات حتى أعامل أبناء شقيقتي كما عملني خالي هذا عليه رحمة الله اللهم أمين هذه واحدة نذكرها ونسأل الله أن يأجره خيرا عني وعن أشقائي اللهم أمين لذلك بعد أن عشنا هذه التجربة الحية مع الخال أقول لإخواني جميعا كنوا أهلا لهذه المنزلة العالية منزلة الشقيق مع شقيقته ومنزلة الخال مع أبناء شقيقته إنهم أبناؤك يا رجل إنهم أبناؤك أقولها وأنا واثق بها وبهذه المناسبة بهذه المناسبة إن أردت القيام بهذا الدور كما ينبغي فاتق الله فيها وأحسن إليها وقدم لها من العواطف من المودة والمحبة ما جعله الله لها في قلبك نعم وقدم لها كذلك بهذه المناسبة حقها في تركة أبيها يعني إذا آلت إليك الأمور وأصبحت المتحكم في هذه التركة وأنت الذي توزع ذلك المراث وأردت وأردت كما قلت لك وأردت أن تقوم بدورك كما ينبغي معها ومعها أبنائها فقدم لها حقها كاملا غير منقوص بما يرضي الله عز وجل وأحذر احذر أن تهضمها حقها وأن تأخذ شيئا من ميراثها في تركة أبيها أو أمها كن على أعلى درجات الحذر حتى لا تترك شائبة في النفوس أو حاجزا يحول بينك وبين أبناء أقتك نعم أنت الذي أنت الذي تستطيع أن تدق بابها وأن تفتح باب بيتها في أي وقت بليل أو نهار ولن يرتاب فيك أحد ممن يروك وأنت أمام بيتها وبابها بل إنك مأجور على كل زيارة تقوم بها لهذه السيدة ولتلك الشقيقة مأجور خيرا بإذن الله رب العالمين وأحذر أحذر أحذرك وأحذر غيرك من الرجال الكرام أن يسمحوا لأحد أن يفسد بينكما كثيرا ما تظهر المتاعب النفسية بين زوجتك وبين شقيقتك نعم كثيرا ما يظهر ذلك هذا أمر واقع فاجتهد يا سيدي قدر الاستطاعة اجتهد أن تنقي أجواء العلاقة الاجتماعية مما يمكن أن يطرأ مما يمكن أن يطرأ فيفسد عليك علاقتك بشقيقتك اجتهد ولا تعطي الشيطان فرصة ليفسد هذه المودة الفطرية الراقية واجتهد كذلك كما قلت لك وهذا مهم للغاية اجتهد أن تعطيها حقها كاملا في تركة أبيها أو أمها حتى ولو كانت هذه التركة محدودة وقليلة لكن هذا حقه وهي أولى به وهي أولى به كثيرات من هؤلاء الشقيقات يتعرضن في بيت الزوجية لما تعب كثيرا بسبب الظلم الذي وقع عليها في تركة أبيها وكثيرا ما يعزف لها زوجها على هذا الوطر أخوك أكل حقك أخوك ظلمك أخوك أخوك إذا لم تنصفها كما ينبغي ستعيش في عانة ومشقة ومتاعب نفسية في بيت الزوجية وسيستغل الشيطان هذا الجو ليفسد هذه العلاقة كما قلت لك فلا تسمح له ولا تسمح لشياطين الإنس أن يدلوك على طريق آخر غير طريق الحق نعم كثيرا ما يتجرأ الناس على إهدار حقوق البنات ويسببون للبنات كما قلت متاعب كثيرة في بيوت أزواجه بل إنها تعير من عائلة زوجها بل إنها تعير من قبل أبنائها والله أبناؤها كذلك يلمحون بسخافة من حين لآخر اذهبي إلى الذين أخذوا حقك واستولوا على كذا وكذا للذين ظلموك أمام الناس للذين فعلوا بك كذا وكذا أبناؤها أنفسهم يلمحون بهذه العبرات المؤلمة فلا تضاها في هذا الموضع لا تضاها واعلم بأن الله سيبارك لك إذا أنت أنصفتها وأعطيت لها حقها كاملا غير منقوص بل ومن حين لآخر يظهر برك برك بها وبأبنائها وفي المناسبات لها ما لها لديك يا رجل فالجلوس الجلوس معها ومع أبنائها إني أراه من أعلى الجلسات الممتعة الله العظيم أراها كذلك وأرجو أن تشعر أنت أيضا بهذه المشاعر الطيبة التي أتحدث عنها الآن كن سندها الأمين في وقت الشدة هي أولى الناس بك هي أولى الناس بك في وقت الشدائد والمتاعب وهي متعرضة لا محالة لتلك الشدائد ولهذه المتاعب كن سندها الأول الذي تأوي إليه وقم بدورك كما ينبغي وانصح لها بالنصيحة الواجبة في وقتها حتى مع زوجها يعني أحيانا تحتاج السيدة المسلمة لمن يقف معها في مواجهة الزوج وأهله أقول أحيانا أسأل الله أن لا نلجئها أبدا إلى هذه المواقف الصعبة وأن تنال لدى كل أسرة تزوجت فيها أن تنال لديهم أعلى درجات التكريم هذا حقها لكني أقول في ذات الوقت إذا افترضنا أنها في حاجة إلى من يشد من أزرها في مواجهة زوجها الظالم فأنت أخوه وأنت أولى الناس لتكون معها في تلك المواجهة بالحكمة والموعظة الحسنة وبما يرضي الله تبارك وتعالى وبما يرضي الله وقدم المشورة الصادقة الموافقة في وقتها كثيرا ما يتطلب الأمر منك أن تكون موضوعيا أن تكون موضوعيا لمصلحتها ولمصلحة أبنائها نعم تحتاج إلى نصيحتك فقدمها بما يرضي الله بعيدا عن العصبية وانظر إلى زوجها دائما على أنه أخوك زوج أختي أخي وينبغي أن نتعامل معه على هذا الأساس أخوك شخص مميز عندي ليس رجلا عاديا ككل الناس لا إنه زوج شقيقتي إنه والد أبناء شقيقتي شخصية شخصية مميزة في حياتي وله حق علي وله من كلم المودة والمحبة ما يقدم له ولا يقدم لغيره حذاري من روح أو من أساليب المنافسة التي تفرض نفسها عليك وعلى زوج شقيقتك أحيانا فتؤدي إلى فساد العلاقات احذر من ذلك احذر من ذلك قلت لك حتى يكون الجو صافيا لعلاقة مميزة بأختك وأبنائها اعتدل في العلاقة مع زوج شقيقتك وتحدث إليه بلغة الاحترام والمودة والمحبة هو أولى الناس بذلك وقلت وأنا أنصح لك إنه بالنسبة لك أقرب ما يكون من الشقيق وتذكر تذكر كيف كان يعامله أبوك وكيف كانت أمك تنظر إليه على أنه من أبنائها وكيف كانت تفرح بمقدمه وتحسن إليه وتقدم له أغلى ما عندها وأنت الآن بعد غياب الوالدين الكريمين أصبحت تقوم بهذا الدور الطيب يعني إذا دخل زوج أختك عليك فكن بديلا بديلا طيبا وصالحا للوالد الغالي عليه رحمة الله وكن عوضا عن الوالد الكريم رحمة الله عليه وتذكر كيف كان يعامله كل منهما وأنت امتداد طبيعي لهما وستظل طوال حياتك تقوم بهذا الدور معه حتى ينشأ أبناء أختك وهم لا يسمعون عن خالهم المحترم إلا الخير يسمعون عنه ما يصرهم وما يكذبهم إلى هذا الخال وما يعمق علاقات المودة والمحبة مع خالهم هذا بهذا يأمرنا إسلامنا فهنيئا لكل الأشقاء بشقيقتهم الطيبة الصالحة التي تحب الخير لأخيها والتي تحب زوجة أخيها نعم نعم حبا لأخيك وحبا للمصلحة العامة وحبا للخير في بيت أخيك وحتى يسعد أخوك في حياته أخوك 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 زوجته واصبر عليها وتعاوني معها تعاوني معها إنها زوجة الحبيب الغالي من حقها عليك أن تحسن إليها وأنا في ذات الوقت أطلب منها أيضا أن تحسن إليك وأن تحسن المعاملة واللغة معك فأنت زوجة حبيبها وشقيقها ولك عندنا منزلة مميزة كما أن زوجك المبارك له عندنا أيضا منزلة مميزة بهذا تدوم المودة والمحبة بين الأشقاء ونعيش جميعا بنعمة الله إخوانا ويلتمس كل منا العذر لأخيه ولأخته قدر الاستطاع فإن الحياة لا تسير صافية على وتيرة واحدة وإنما يقع فيها ما ينغصها من حين لآخر فالصبر الصبر 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 على أخي وأختي وأبناء أختي وأبناء أخي الصبر الصبر حتى تدوم المودة والمحبة لله لله رب العالمين جزاكم الله خيرا على هذه المشاهدة الطيبة وأرجو أن تنتفعوا بما قدمنا لكم في هذا الدرس المبارك في هذا الدرس المبارك الطيب الذي يأتي والله صدا لحياة اجتماعية طيبة أعيشها 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 وترجمتها ترجمة صحيحة فصيحة واضحة لعلكم تستفيدون إن شاء الله مرة أخرى أكرر الشكر والتقدير للجميع بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته